مرحبا أصدقائي يساعد لعواتكم يا رب. بدي رد على بعض التعليقات اجيتني على اليوتيوب وانا حابب عمماله حتى الكل يستفيد. في شخص كاتب لي انه اذا القاصر شو وضعه بهولندا بتنكسر بصمته. انه اذا كان باصم بغير دولة اكيد اصدقائي بتنكسر بصمته اوتوماتيكيا بهولندا اذا كان قاصم. في شغلة مهمة انه اذا كان جاي مع عيلته على هولندا. اوكي وعيلته باصمين لا نفرض بأي دولة اوروبية. وهو باصم هلا هو لحاله بتنكسر اوتوماتيكيا. اما مع عيلته ما بتنكسر. فاذا جاءوا نرفض فممكن يجي رفض ويروح مع اهله. فالولد بيتبع اهله. اما اذا كان لحاله اجعله هولندا وعنده بصمة اوروبية فبتنكسر. يعني البصم القاصر لبصمة له. هلا سؤال ثاني كمان مهم عم بيقول من الاخ ابو علي عم بيقول انه انا عندي منع سنتين. بألمانيا. وجيت على هولندا. اوكي. وخايف يرجعوني على ألمانيا. مع انه ببصمة البوليس. ما بيّنت انه عنده بصمة بألمانيا. شو ممكن يصير. فأصدقائي بهيك حالة ما رح يرجعوك لألمانيا. لانه ما في عندك بصمة. او بالاحرى ما بيّنت البصمة. اوكي. تاخد الاقامة. مباشرة نقدم على لم الشمل. ولا نستنى سنة. وبعدين نقدم على لم الشمل. متل ما انا سمعت. هيك هي عم تقول. طبعا. لم الشمل. الواحد من بعد ما يحصل على الاقامة. مباشرة من تانية. وفينا يروح ال VVN ويقدم الوراق. ونقطة مهمة. لازم يكونوا الوراق مترجمين. وبالهولندي. ما انه وصل تروحوا وبعدين. يعني انتوا قبل ما تحصلوا على الاقامة. ترجموا الوراق بالهولندي أصدقائي. وهون بهولندا عند مترجم محلف. السؤال الثاني. في شخص عم بيقول انه انا كان عندي بصمة يونانية. واجت على هولندا. وكذبت عليهم وقلت لهم بالمقابل انه انا ما عندي بصمة يونانية. وهم عارفوا انه عندهم بصمة يونانية. هيك حالي بيرجعوني ولا شو. اول شي البصمة اليونانية تنكسر اصدقائي ب هولندا. وانت رح يقول لك انه انت ليش كذبت علينا وقلت لنا انه ما عندك بصمة يونانية. بكل بساطة فيك تقول له مثلا انا كنت خايف. كنت متوتر. ما كنت عم بارشو احكي. بس الصراحة عندي بصمة وهذا اللي صار. حالا هي ما رح يصير شي ما رح انهم سيرجعوك لعما بصمة اليونان تنكسر. اما اذا عندك اقامة يونانية اكيد صعب. بس بكل بساطة اذا هني جابوا لك سيرة. انت اللون والله انت خايف متوتر. شوف انت شو بهاي. بس ان شاء الله ما بصير لك الخير. وخبر ثاني لبلدية امستردان. في الف يورو رح تنزل على حسابكم. طبعا هاي كانت اصاس خمسمية. ورجعت البلدية امستردام. زادت خمسمية. لحتى يصير مبلغ الف يورو. وتنزلها على. اكيد سمعتوا انتو. فانا حبيب ارجع ذكركم فيها. لهون اصدقائي بكم خلاص الفيديو. حبيبت بس عمم هالكم سؤال حتى الكل يستفيد. يساعد لي اقواتكم. وباي باي.